تقافة تأسيس المشاريع وريادة الأعمال تواكب تطور الأعمال والأسواق والمهارات التي يحتاجها صاحب المشروع واليوم مع التشجيع والتمكين المقدم لأصحاب المشاريع ضمن رؤية 2030 أمثلة ناجحة جدا لرواد أعمال أثبتوا أنفسهم وتقدموا وقدموا تجارب ناجحة في مجالاتهم وأثروا مشهد ريادة الأعمال السعودي من هؤلاء سارة الحميدان رائدة الأعمال ومؤسسة رسيل حياك الله سارة أحييك يا أخي سهلة الله يسلمك شكرا ومقدرة لكم هذه الاستضافة رسيل لحلول الأهداء صحيح؟ صحيح طيب أنا في البداية أريد أن أتكلم عن فكرة ريادة الأعمال ومقارنتها دائما بالوظيفة كيف تشوفها سارة؟ طبعا لكل واحدة فيها لها مزايا ولها سلبيات في الوظيفة لحد ما عندك استقرار مادي عارف نهاية الشهر وفش بيجيك ولحد ما التحدي أو التحديات التي تجيب وجهك ليس لحالك يعني ستتعامل معها عندك فريق عندك مدرة لحد ما بيوجهونك بيقولونك صح هذا غلط في طريقة أفضل لعمل الأشياء فلا هذا إيجابيات وبعدين عندك سلبيات أنك مش دائما تختار الأشياء التي أنت تسويها مش دائما تختار الأعمال المؤثرة عليك وعلى الناس التي حولك فنجي للبزنس أنه دائما التأثير حقه أكبر سواء كان في حياتك في حياة الموظفين اللي معاك أو حياة المجتمع جميل طيب وش أبرز الأخطاء الشائعة عن مجال البزنس اللي يقع فيها المبتدئين يمكن أهم شيء ممكن أسمع دائم من الناس اللي يتابعوني أو الناس اللي يخدم معي السيشارات أنني أنا أبغى أفتح بزنس بما أقول له إيش السبب حقك ممكن يقول أنا أبغى أملك وكتي أبغى أصير حر نفسي أبغى أصير مدير نفسي نجهل أحيانا أنه أحيانا لما الواحد يفتح بزنس الخاص بالعكس أنت يعني مطلوب منك أضعاف المجهود اللي يتقذلن خلال وضفه صحيح لون درس ساعة و تكون مضغوطها بالذات في البداية يعني ممكن بعدين تملك حرية وقتك أكيد لما خلاص البزنس لحد ما له تأسيس ممتاز وديك عندك فريق تعتمد عليهم لكن إلى ذلك الوقت أنت قاعد تكرف ضعف الوظيفة يعني بدون أن ترى يعني نتائج يمكن حتى في البداية بدون أن ترى نتائج مباشرة سواء ماديا أو تأثيرا تأخذ وقت تبني شوية طوبة طوبة التأثير هذا جميل البيئة التنافسية اللي نشوفها اليوم في مجاة ريادة الأعمال إيش تقدم لأصحاب المشاريع وإيش بالمقابل تأخذ منهم أو يعني تحد من حرياته طبعا يعني ريادة الأعمال شي جميل لأن أنت تقدم تأثير أو شي جديد لحد ما تقفل حلقة مفقودة في السوق رقم واحد البيئة عندنا في السعودية رائعة وصح أنها منافسة جدا لأنه ما شاء الله علينا نحن السعودين نبغى دائما أحسن شيء أفضل شيء يعني رضا العميل عندنا ما هو سهل جدا بس بنفس الوقت إذا كسبت رضا ممكن تكسب وداء عالي غاية تدرك يعني ايه غاية تدرك وستعني تحتاج إلى جزء من المجهود لكن البيئة هنا جميلة ومشجعة وعلى مستوى الحكومة والمؤسسات والمنشآت يعني يتحمسون لما يشوفون الشباب السعودي ويتفاعلون معه بشكل رائع أنا أريد أن ننتقل إلى تحديات سوق العمل ماذا أبرز التحديات التي واجهت سارة في البداية؟ طبعا إذا نتكلم عن 2017 وقبلها يعني دخلنا نقول من 2015 لما بدت الفكرة الوصول للمعلومة ما هو بذاك السهولة فكان أول شيء الوصول إلى المعلومة الكيف الكيفية للي عمل الأشياء لما نتكلم عن بيئتنا اليوم كمية الحاضينات اللي موجودة كمية الريسورس كمية الهيئات والجهات اللي يدعمونك بس عشان يعطونك الطريقة أو الطريقة السليم حتى الواحد على الأقل يبدأ يبدأ يحط رجلة فكانت هذا أكبر تحدي ثاني شيء يعني طبعا التغيرات في السوق الكبيرة السوق لازم تحاكيه بشكل سريع وتكون مرن جدا وتتخذ قرارات سريعة يعني ما رح ينتظرك لما تقعد تفكر وتمخمخ تحتاج أنك تتخذ قرارات سريعة والأحداث اللي تصير يعني في كثير أشياء خارج عن إيرادتك يعني مثلا ما اللي صار فينا في كورونا ما يمكن أبدا أن في الحياة أحد يتوقع أو يحتاط فهذه الأشياء تحصل أنت اللي عليك دائما تبقى دائما في تحسين مستمر ما تتوقف ما في راحة يعني أن خلاص أنا وصلت والأمور تمام ما الذي يسوي كذا ممكن يضطر أن يضطع من السوق طيب معنك في الوسط وسط ريادة الأعمال كيف تشوفين مستوى الثقافة ريادة الأعمال عندنا هل هي متطورة هل في تحسن ملحوظ قاعد تشوفينها والله يعني اليوم الوصول للمعلومة جدا سهل بس مين اللي يحطه براسه ويروح يعني يلقاها كمية الهكاثونات حاظنات الأعمال منشآت عندنا اليوم الكثير من الجهات اللي إذا بس يقولوا لك تعال اسأل تعال اطلب المعلومة فهنا تجي مسألة الرغبة والحافز الداخلي اللي الواحد لازم يكون عنده حتى يحصل عليها بس مشاء الله عليهم صراحة شبابنا كثير منهم واعين جدا يقرؤون كثير يعملون الكثير من الأمور اللي حتى يصلوا للمعلومة اللي يحتاجونها طيب وش دور العائلة خلينا نقول وش دور البيئة اللي كانت حولك في توجيهك أو في دعمك لما بديتي ريالة تعمال وتخليتي عن استقرار الوظيفة طبعا كان من أصعب القرارات بالنسبة لي لأن كنت لحد ما كانت بانية خطة حياتي على أني أبغى أكون في مجال معين وراسما نفسي هذا المسار الوظيفي لكن لما قررت أني أستقيل وأتفرغ لي الرسيل كان طبعا دعم العائلة لا نهائي وحنا مجتمعات أساسا جمعية يعني ما أنت تقدر تفصل نفسك عن العائلة فدائما ما تقدر أنك توصل لحالك يقولون تكسا بلج ففعلا تأخذ قرية من أجل أن الواحد يطلع في مشروع أنت بالنسبة لك كنت تشوفين المستقبل الذي يوصل لرسيل أو أنه كان عندك بعض التخوفات في البداية حاولت يعني وين كانت أخطر المراحل بالنسبة لك والله يعني دائما في حالة يعني أخلنا نكون واقعيين حنا رواد الأعمال كلهم طموحين جدا بس نفس الوقت دائما نتعامل مع مخاوف ودائما نحاول قد ما نقدر أننا ندفع نفسنا للتعامل مع هذه المخاوف بشكل مستمر أطلع من مخاوف أدخل في مخاوف داني لازم نتعامل معها وأعلم نفسي عليها فليحصل دائما يعني ببدايات كان أول شيء الخوف من أنك تفشل ونظرة المجتمع لمحاولتك بعدين خوف من الخسارة بالذاتة ما تبدأ الموضوع يصير مكلف ماديا عليك كل هذه المخاوف حقيقية وموجودة يعني عند الجميع بس هو تحتاج نوع من الجسارة والشجاعة عشان الواحد يتخطاها مع التجارب مفوز باللذات كل مغرب أي بالضبط الحمد لله أعطيك العافية خلينا نحن فاصل نعود للتحديث عن التدوين والمحاضرات التي تلقينا ومساونا ومستمر حالكم من جديد نكمل حوارنا مع ضيفتي الأستاذة سارة الحميدان أستاذة سارة المحتوى العربي والسعودي عن رياة الأعمال في وسائل التواصل وأيضا في المحاضرات هل تشفينا نشط كيف تشفينا والله ما شاء الله في زياد يمكن بالذات قبل كنا نسمع كثير من مدربين وأكاديميين فضلاء ولكن مؤخرا بدأنا نشوف كذلك رواد الأعمال نفسهم بدأوا يتكلمون من نظرتهم هم لأنه لحد ما حنا في مراحل البدايات قبل سنوات نتكلم عن قبل ثمان تسع سنين ما كنا نجد هذا المحتوى بكثرة فيمكن من هذا الشعور أو أتليست بالنسبة لي صار عندي حافز أن أبقى أتكلم عن هذا المحتوى بشكل كبير لعله يفيد ناس في بدايات معينة صحيح وغالبا أصحاب المؤسسات هم أصحاب التجارب ومروا بكثير أنا أسألك لأنه في محاضرة ألقيتها وكان في مشتزئات منها لأننا لقيت رواج كبير في وسائل التواصل ويعني جعلت من نموذج سارة ونموذج رسيل مثال يحتذى به ممكن نستعرض كليب من الكليبات دعونا نشوفها ونرجع نعلقها لها الخبرة تعطيك هذا الشيء التجارب تعطيك هذا الشيء يعني صدبوني ما في اختصار بهذا الشيء ما في اختصار لمسألة التجارب والوقت والعمل اللي يعطيك إياها مع الوقت ذاكن اللي تقدر أنت تتوي أنك أنت تعرض نفسك على قد العالي من التجارب أنك ما تكون متحفظ وفي قوقة خاصة فيها حتى لو إن شاء الله تجارب على المستوىك الشخصي أنك تقلع تسوي الأشياء جديدة مع أصحابك أنك تروحها ماكن جديدة ينصر روتين حلو بس لازم تكسرها من فترة وثانية عشان تولد الدس كونفور كل ما ارتحت مع شعور علم الراحة ورحت الأبعد شوي ودأبعد شوي تتعرض ستقدر أنك تتحمل أشياء كبير ودي أسأل عن أو شيء أهمية التدوين ومشاركة قصص النجاح ثاني شيء إشيء المهارات اللي يحتاجها رائد الأعمال في السوق اليوم هل تختلف عن الماضي؟ جميل دعنا أول شيء أتكلم عن النقطة الأودة بالنسبة لي مشاركة التجارب والقصص الشخصية تعطي نظرة واقعية لحد ما بشكل كبير للواقع اللي يتطلب ريادة الأعمال يعني ما نجمل الحكاية مرة كثيرة ولا نبسطها وبنفس الوقت من صعبها يعني أنا إنسان زي زيك عملت شيء بطريقة معينة ممكن أن تتعمل شيء أحسن مني بعد لكن بالنسبة لي هي فيها جانب يمكن شخصي أن أحب لهم الآخرين وأثر عليهم تأثير إيجابي فهذا هو يعني زكاة العلم والتجربة خلنا نقول اللي أقدم بما يتعلق بالمهارات الرواد الأعمال طبعا مهارات كثيرة يعني هو أنا دائما أسمي الرائد الأعمال هو الجنراليست نحن بالإتشارة نسميها كذا اللي هو متعدد القبعات لازم يكون فبالتالي لازم يكتسب كثير مهارات لكن رقم واحد أتوقع سابقا واليوم يمكن أكثر بكثير اللي هو سرعة التكيف لازم الواحد بسرعة يتكيف مع المعطيات حقه السوق اليوم يتحرك بسرعة مهولة والعميل ما يصبر مرة كثير فلازم أن تتحاكي بالذات يمكن سوقنا السعودي سريع يعني بسرعة يبغى اللي بعده يطور فأشوف سرعة التكيف عامل مهم كيف الواحد يستمر بالتحسن وما يبقى دائما مرتاح في مكانه ويوقف جميل خلينا نختم بالحديث عن مشروع رسيل أنتوا بديتوا كتجارة الإلكترونية صحيح غالبا توصلون أغراض كيف كانت البداية كيف تأقلمتوا مع التطورات اللي في سوق العمل جميل طبعا حنا فعلا بدأنا في تجارة الإلكترونية في سنة كانت توهى بادية تجارة الإلكترونية تزدهر في السعودية كنا من متاجر القليلة اللي بدأنا في ذلك السنة وبعدها طبعا ما شاء الله هذه السنة كثير متاجر بدأوا لأن كان وقتها طرق الدفع بدأت المنصات الخاصة بالتجارة الإلكترونية بدأت فصار شوية فيه لحد ما سهولة للدخول للسوق بدأنا كما تجارة الإلكترونية ثم تدريجيا توسعنا لجوانئ مختلفة طبعا لحنا نقدم هدايا ومنتجات مختلفة أكثر من ألف منتج ما بين أشياء مصنعة في السعودية من حرفين وحرفيات إلى منتجات نستوردها أو نصممها ونصنعها شخصيا ثم توسعنا بسبب العميل نفسه بسبب سماعنا للعميل إلى خدمات خاصة بالشركات أن نقدم اليوم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية والخاصة من تصميم إلى تصنيع الهدايا الخاصة فيهم وكذلك بسبب ثقتهم شاكرين لهم شركائنا وعملائنا صاروا يطالبوننا في أن نفتح أيضا ذراع للفعاليات وهذا الحمد لله بدأنا وإن شاء الله السنة القادمة كذلك سنفتح مصنعنا الخاص بالنسبة الصندوق والكارتون بإذن الله والرسيل بتوسع بدايتها تجارة إلكترونية بشكل بصير جميل جميل خلني أختم بذائقة العملاء تلقون صعوبة في يعني خلني نقول إعطاهم ذائقتهم أو هل في تصاميم كثيرة تحاولون أن تجارون في هذه الذائقة طبعا العميل اليوم كهدايا أنت بتتكلم عن شراء عاطفي ما تتكلم عن شراء يعني منطقي مية بالمية فبالتالي لازم دائما تجدد عندك مواسم مختلفة لازم لأهدى مثلا بداية السنة ويدي نفس الشخص نهاية السنة ما رح يدي نفس الشيء فلت دائما تكون في حالة تجدد وهذا الشيء الحمد لله مع الفريق لابداعي عندنا دائما متجددين بأفكارهم شكرا جزيلا سارة الحمدان أعطيك العافية شكرا ومقدرا هذا اليوم شكرا للمشاهدة